السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بديل الخشب هو مصطلح يشير الى اشكال تحاكي مظهر الخشب الطبيعي بشكل ضقيق جدا طبعا بديل الخشب مصنوع من خامة البي في سي او البلاستيك المقاوم طيب هل ممكن نصبغ بديل الخشب او نغير الوانه ده اللي حنشوفه مع بعض من خلال الفيديو النهاردة فتابعونا للنهاية ان شاء الله فيديو النهاردة يكون فيه افادة ليكم بديل الخشب مصنوع على شكل الواح طويلة ابعادها مترين وتسعين وعرضها بمأساة مختارة طبعا بديل الخشب بنستخدمه فيه خلفية التلفاز او الدكور للحائط او على العمدة زي ما حضراتكم شايفين كده عشان نغير الوان بديل الخشب لازم نستخدم دهان يكون قوي فما ينفعش نستخدم دهان زيتي اللي هو سنتاتيك او دهان بلاستيك فالافضل هنا ان انت تستخدم دهان يكون قوي فحستخدم دهان دوكو او دهان الناري المسمى العلمي لدهانات الدوكو او الدهان الناري نيتروسلولوس طبعا احنا بنخفه بمزيب دهانات سريع اللي هو مخفف اكريلك تمام كده اي دهانات نارية لازم نستخدم لها مسدس الرش انا هرش كده طبقتين وهنتظر ساعة وبعد كده ابدأ ارش الطبقة التانية من الاساس هسيب لك في البطاقة اللي هتظهر لك فوق ازاي تستخدم مسدس الرش على الخشب كده انا هرشي الطبقتين بين كل طبقة والتانية ساعة بعد جفاف اساس النيتروسلولوس اللي هو اساس الدوكو او الفيلر هنستخدم صنفرة رقمها 400 ونصنفر اي شوائب موجودة على بديل الخشب ونبدأ في مراحل التشطيب احنا في البداية استخدمنا اساس قوي اللي هو النيتروسلولوس يفضل انك تستخدم ايضا تشطيب يكون قوي زي دهانات الاكريلك او النيتروسلولوس العادي تمام كده ده نيتروسلولوس عادي في نسبة من اللامع هرشي طبقتين وايضا مخفف بمزيب دهانات سريع اكريلك ده كده الشكل النهائي للون على بديل الخشب اقدر اقول لك من خلال مقطع النهاردة ان انت تقدر تغير الوان بديل الخشب يعني مش شرط انك تغيره للون الابيض ممكن تغيره للون اللي انت حابب تنفزه على بديل الخشب اتمنى اكون افادتك من خلال فيديو النهاردة دعوتك لينا بالتوفيق اللهم اجزي خيرا في الدنيا والاخرة لو عجبك المقطع ما تنساش تسجل اعجابك بيه ويعمل شير لغيرك علشان استفاد من الفيديو النهاردة واشترك معنا في القناة اللي اقول مرة بتشوفنا اكون شاكل ليك وفي الخدام اتمنى الخير والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته